قرار مجلس الأمن رقم 2216 وحرصها على حماية الشعب اليمني ومكتساباته وأيضا لما سبق وأن أعلنت عنه دول التحالف عن انطلاق عملية عاصفة الحزم في بيانها الصادر بتاريخ السادس من جماد الآخرة لعام 1436 للهجرة الموافق السادس والعشرين من مارس 2015 للميرات وذلك استجابة للطلب فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وردا على اعتداءات ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لعلي عبدالله صالح على الشعب اليمني ومكتسباته وشرعيته وتهديده لأمن وسلامة دول المنطقة تعلن دول التحالف أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزة السعود ملك المملكة العربية السعودية قد تلقى رسالة من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية المؤرخة في عام العشرين من شهر أربعة لعام 2015 للميلاد والمتضمنة التوجه باسم الشعب اليمني بتقديم بالغ الشكر والتقدير والعرفان للمملكة العربية السعودية ولجميع الشقائف التحالف الداعم للشرعية تحالف عملية عاصفة الحزم على الاستجابة الفورية لمناشدة فخامته بالتدخل العسكري في اليمن لحماية الشعب اليمني من الأعمال العدوانية للميليشيات الحوثية ومن تحالف معهم ودعمهم داخليا وخارجيا وأوضحت الرسالة أن تاريخ اليمن والأمة العربية سوف يسجل بمداد من ذهب ذلك الموقف التاريخي الصارم الذي أعاد للشعب اليمني الأمل في مستقبله حيث حققت عملية عاصفة الحزم ولله الحمد أهدافها المتمثلة في الآتي أولا الاستجابة لطلب فخامته في الرسالة في 24 من مارس 2015 والتي جاءت استنادا إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك وبذلك التصدي للعدوان الذي تعرضت له اليمن وشعبها من قبل ميليشيات الحوثي والقوات التابعة لحليفها علي عبدالله صالح والمدعومة من قوى خارجية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعله قاعدة لنفوذها على المنطقة مما أصبح بهدد المنطقة بأسرها والأمن والسلم الدوليين ثانيا حماية الشرعية في اليمن وردع الهجوم على بقية المناطق اليمنية ثالثا إزالة التهديد على أمن المملكة العربية السعودية والدول المجاورة خاصة الأسلحة الثقيلة والصاريخ الباليستية التي استولت عليها الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لعلي عبدالله صالح من القواعد العسكرية للجيش وقامت باستخدامها أو أددت باستخدامها ضد أبناء الشعب اليمني رابعا العمل على مكافحة خطر التنظيمات الإرهابية خمسا التهيئة لاستيناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل كما أضف فخامته أنه تم تتويج هذا الانتصار ولله الحمد بصدور قرار مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع رقم 2216 الذي جاء ليفرض واقعا جديدا ويقطع الطريق على كل العابثين باليمن والمقدين للفتن فيه وسيكون المرتكز الأساسي في السعي لمستقبل جديد لليمن وعليه فإن فخامته يتطلع إلى بدء عملية عادة الأمل للشعب اليمني بحيث يتم خلالها إن شاء الله العمل على تحقيق الأهداف المرجوة منها واختتم فخامته رسالته بما يلي وإننا لعلى ثقة بحول الله أن جهودنا المشتركة مع دول التحالف والمجتمع الدولي ستأخذ بيد اليمن إلى مرحلة جديدة يطوي فيها الشعب اليمني الأحداث الأليمة التي عصفت به وتنتصر فيه بإذن الله إرادته الحرة في رسم مستقبله بعيدا عن الإكراه والإذعان وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح التي سعت إليه الميليشيات الحوثية ومن تحالف معها ودعمها سائلين الله جل جلاله أن يعيد للشعب اليمني أمنه واستقراره وتقبلوا خالص التقدير والاحترام عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية